متابعيني الأعزاء على قناة InfoTechForYou السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حرجع مرة تانية لPo.com هذا الموقع المنوجة النظري من المواقع الممتازة لما يحتويها على عدد كبير جدا من ShadPoot انت ممكن تستخدمها بشكل مجاني بحيح بيكون ليك Limited Message بس انا شايفة برضو ان دي ميزة ان انت هتلاقي GPT's كتيرة جدا اكيد هتلاقي اللي انت عايزه او اللي بيقدي التسك اللي انت عايزه موجود من ضد النهاردة بحيح اتكلم عن حاجة من حاجات المهمة جدا في Poo.com وهو ازاي تعمل ShadPoot بيك انت يعني اعملك غرض معين الموضوع ده مش موجود بشكل مجاني في الخطة المجانية في ShadGPT للأسف الشديد مش متاح ولكن تقدر تعمله بشكل مجاني باللي استعاد موقع النهاردة اللي اتكلمت من عنه من قبل وهو موقع Poo.com أو Poo.com تعالوا نشوف مع بعض هنا ShadPoot بيعمل ايه؟ ايه هو الدور اللي بيقوم بهذا Pro Arabic Translator بيعمل Translating العربي أي تكستب العربي لـ Formal English مخصص للبزنس للأكاديميك بيربسز للأغراض للأكاديميك بيبرز مثلا او ما الى ذلك مع انه هو يتأكد ان الترانسليشن او عميتي الترجمة accurate يعني دقيقة Formal وتكون مناسبة للمحتوى نفسه اللي انا بترجمه مثال لي الحاجة من الحاجات اللي انا عملتها باستخدام الترانسليشن ده او ترانسليتور ده وطبعا هو هنا متاح لأي حد هيخش على فكرة هيقدر ان هو يستخدمه فلو انت حابب ان انت يعني تستخدم هذا Chat Put حطلك اسمه في الوصفة اسفل الفيديو وهنا مثال لـ Text والتكست ده هو ترجمهولي بالإنجلش بس مش اي إنجلش Formal Formal tone وبشكل اللي انا طلبته وكمان اعطاني Suggestions او اقتراحات تانية ممكن ان هو بيها يخليني احصل على ترجمة كيف يمكن المسوقين استخدام تحليل السلوك الشرائي المستهلكين لتحسين استراتيجية التسويق مثلا فلو انا مثلا رحت هنا دوست عليه هنا حيبتدي ان هو يدهولي بالإنجلش كمان يديني المحتوى ده بالإنجلش فتقدر ان انت تعمل article مثلا لو انت عايز تكتب بالإنجلش او حتى تعمل بحث مقوم منك بالإنجلش الموضوع ده حيساعدك كتير طب ازاي بقى انا عملت الكلام ده طبعا هنا لو انت رحت على more details او more actions عشان تشوف البرومت هتلاقي ده البرومت اللي انا استخدمته طب انا هنا البرومت ده جبته منين او استعانت منين علشان ينفذ للإنستراكشنز او الاوامر او الامر ده رحت لشات جي بي تي بقى قلت له بقى ان انت مش عايز تديني for free create جي بي تي انا هعمله بشكل تاني اديني creating a customized جي بي تي for translating تقدر ان انت طبعا تكتب بالعربي وترجع تترجم للإنجليش عشان انا دايما بحس ان هو في الإنجليش بيقدر يديني الحاجة مظبوطة وبعدين انا هنا عايزة الтиكست احوله لإنجليش فانا عايزة اقوله بالضبط يعمله ازاي بالفورمل او البزنس او الاكاديميك مثلا بربس اغراض اكاديمية ازاي ان هو ممكن يترجمه لي فهنا قلت له اعمل لي جي بي تي علشان يترجم لي العربي اي دايما كيستب العربي لفورمل انجليش ومخصوص للبيزنس والاكاديميك او الاغراض الاكاديمية واستخدم الحاجات الاتية مش عارفة data collection gather data مع بعض لو انا عطيته شوية data كده مالهاش دعو بعضيها جمحهم مع بعض pre-processing يعني cleaning للتكست الحاجات دي كلها هو عطى هادي شات جي بي تي مش انا اللي كدها ده هو شات جي بي انا بس كل اللي عملته هو انه هو يترجم لي العربي لفورمل انجليش مناسب لي البيزنس والاغراض الاكاديمية انا خدت الكلام ده وروحت بقى عملت به شات بوت على لابو دوت كوم عملته ازاي بقى الكلام ده انت بتروح ليه create بوت بالمنظر ده كده وبتبتدي تختار اسم البوت بتاعك فبتسميه اي حاجة عشان نوفر شوية وقت رحت عملت لوجو على كانفا وحطيته وسميته image underscore generator underscore for you المفروض انه هو يكون من اربعة لعشرين characters بيحتوى على letters numbers dashes ممكن تستخدم كل دول وما يزلوش زي ما قلتلك عالنا عشرين characters ويكون اسم يونيك يونيك يعني متفرد طبعا هو image generator هستخدم حاجة تكون مش في subscription لان اخد بالك في official وفي subscriber access official بيكون مجاني subscriber access بيبقى للمدفوع ممكن اروح استخدم stable diffusion XL stable diffusion كويس جدا على فكرة هستخدم official وحبتدي هنا style prompt هنا بيقولك شوية guide هنا بيقولك guide your boot يعني ساعد ال boot بتاعك انه هو يعملك style artistic بشكل معين وبيديك الوصف اللي المفروض يكون عليه هنا انا هستعين زي ما قلتلكم بشات جي بي تي في الموضوع ده فانا هقوله فانا هقوله give me the paste practices for boot create image from text انا هنا كنت قلتلو give me the paste practices for promise to create a shadow boot for generate image from text using stable division three فاعطاني النقط دي تعالوا كده ناخدهم copy هروح هناك هبتدي احط احطهم بيقول لي دول 81 ممكن ابتدي ان انا اشيل الحاجات بقى اللي هي ايه الزيادات هنا انا ازبطت بحيث ان اخدم ال stable diffusion excel طبعا انت كل ما هتكتب ال best practices اللي عايز بيهم النتيجة يعني كل ما هيكون افضل انا هنا حاولت ان انا اقوله be specific استخدم description بالضبط use clear language include context من الصياق كده افهم provide background detail عشان يساعد scene المشهد نفسه فاديني details كده في الخلفية الحاجات دي انا جبتها من شاش GPT ولخصتها وهنا زبطتها بحيث انها تناسب العدد المفروض يكون هنا وهنا هقوله hello i am an image generator او i am an image generator model chatbot مثلا اكتب بقى طبعا انت بقى هتقعد تكتب يعني احنا ما فيش وقت الكلام ده اقوله يعني بحاول ان انا بس احط ايدك على الموضوع بيشتغل ازاي يعني هنا ممكن انت تخلي وممكن انت تعمل حاجة اسمها recommendation يديك نوع من انواعي تساعد الpoot انه هو ي recommend حاجة ليك يقترح ليك حاجة هنا هخليه مفتوح هنا اخلي public هنا عايز البرومت يبن في الpoot profile يعني الشخص اللي يستخدمه يبن الامر اللي انت مستخدمه دي حاجة راجعي لك المونيتيزيشن اللي هو عملية الربح من ففي الحالة دي انت بتزور حاجة اسمها الكرييتورز والكرييتورز دي بتسمح لك انت تقرن لحد 100 دولار من السبسكريبشن مية دولار تانية من بشكل عام مش هنخش في الموضوع ده ليه علشان احنا نعمل انرول في لازم تكون انت البلد اللي انت فيها ينفع ان انت تعمل فطبعا هو الحد الوقت في دول العربية كتير مش مسموح ان انت تربح من او حد تاني يستخدمها فالحتة دي مش هنعملها دلوقتي الا لما تكون مفتوحة عندنا الاول هرجع بقى مرة تانية كده بعدين هتبتدي تعمل انا هعمل لان انا كنت انشأته عشان اوفر وقت وهتبتدي ان انت تعمل هنا حيبان عندي ده شكل الوط الديتيلز بتاعته ايه ان هو بيسمح لك عدد معين من تستخدمها بشكل يومي وكل هتاخد تمانين نقطة وهكذا انت في علشان خاطر تستخدمه او الناس تستخدمه فانت ساعتها بتعمل اشتراك علشان يعني يتم استخدمه بشكل اكتر بعد كده هبتدي ان انا اروح هنا اجرب كده اقوله generate a white kitten place in a garden مثلا طبعا يفضل ان انت تكتب details يعني بس انا حبيت اشوف الصورة ايه ادي الصورة ايه اللي هو انتاجها طبعا كل ما هتكتب وصف جيد في الجزء المتعلق بالpractices والاوامر كل ما هيكون افضل الput information مش هيظهر للشخص الوامر مفيد بعدين للناس اللي عايزة تعمل جربته في كذا حتة يعني لقيته مش مفاعل فانت حاول ان انت تشوف كده وتجرب عندك ممكن يشتغل عندك او يفعل من البلد اللي انت فيها اتمنى أنكم استفدتم في فيديو النهاردة على قناة InfoTik4You يارب يكون كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم زي ما قولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته